بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة مع شريف الهواري يا رب دمان بخير يا ولاد. ان شاء الله هنبدأ اول لسن عندنا في آآ الكنسيبت بعنوان آآ يعني احنا بقى نبتدي ننقل ان يا ولاد في اللسن ده او في الكنسيبت ده بصفة عامة آآ عن اللي بتحصل في المطر التغيرات اللي بتحصل فيه آآ في المطر. هنعرف دلوقتي يعني بعد كده ان شاء الله يعني 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 وناخد عليهم كل حاجة ان شاء الله. تعالوا بقى هنعرف نبدأ نعمل ده اول درس عندنا آآ اللي هو يبدأ من اكتيفتي نمبر وان آآ لو انت سيبت كده بره شوية صح? نحنا بنعمل ايه على طول نجيبه بنكله على طول. ليه يا مستر? لان احنا نصبنا بره اللي يحصل الشكل بتاعه يا ولاده هيتغير صح كده? نقول يا مستر ده حصل له يعني يعني هو هنشربه بعد كده بقى صح? مش هنعرف ناكله خالص. طب وبعدين يا مستر ايه اللي يحصل? لكن لو رجعناه تاني بقى الفريزر بقى نلحقه كده. ايه اللي يحصل? او دي بصر احنا الحين الايس كريم اللي كان نساه احده. ورجعنا الفريزر التاني فاتحول يرجع تاني يجمد يا مستر ويبقى يبقى يبقى حصل العملية اسمها يا ولاد. يبقى الاولية اسمها اما الفريزنج فروم ليكويد تو سولد. طيب تعال بقى نشوف مع بعضي كده. اللي يحصل انت غيرت درجة حرارة ديت او الماتر دي. اللي يعصل? تعالوا نشوف. اول حاجة شكلها يتغير. يمكن يجيلي في الامتحان. ويقول لي كده. اللي يحصل لو درجة تتغير. هتقول له ايه? هتقول له طبعا اول حاجة. طبعا لما شكلها يتغير معناها ايه? ان كمان بيعصلها يبقى 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 تاني في الامتحان كده. هقول له ايه ما يقول لي هقول له كده ايه 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 وردو. ايه كمان? ركز بقى في دي كمان. عشان ممكن بيجي لك في سؤال تاني خالص. انت مسلا لك عندك مسلا اه وحملت لها ملتنج. المات بتاعتها تبقى ولا ولا مسلا ايه ترى قلت ولا زادت ولا فضلت زماعية. احنا قلنا يا مصر بدلوقتي حالا ان هي ايه يعني او مش هتتغير. يعني وما المين اللي بتغير تاني كده نفتكر مع بعض? وي ايه كمان? يلا نكمل. اه امت بقى المات بتاعت المات ما تتغيرش? او عكس عكاسنا السؤال. المات بتتغيرش امتى? والله العبورانية دي مسلا اه هل كتلتها قلت او زادت? لا طبعا. لكن هما اللي تم مع بعضها اكيد زادوا. طيب يا ولادي احنا كده عارفنا من امتى الماتر الشكل بتاعها يتغير الماتر? وامتى الشيء بتاعتها تتغير? وامتى الماس بتاعتها ما تتغيرش? ما تتغيرش يا مستر. اه اه او او يعني اتغيرت بصفة عامة. سواء او ديكريس. وما المين اللي بتغير تاني مسلا فكرنا كده? اللي بتغير يا ولاد. يلا تمام كده? يلا شو بقى طيب. تعالوا بنا نتكلم عن حاجة حاجة بالتفصيل. نبدأ في هنتكلم فيه عن طيب يا مستر احنا نستعينيه من دلوقتي او من شوية. ان الايس الايس يعتبر ايه? هو عبارة عن مية. بس الحالة بتاعته هي صح? صح طبعا. طيب ايه لو جالي في الامتحان انا دايما بالفت نظركم للأسين عشان تكونوا صح صحيح معي. يقولك كده او طعا يعني هو يقولك اضق يعني هتقول له ايه? هتقول له في مكان آآ سطحه حار شوية سطح سخن. ايه اللي يحصل? هينسيح بسرعة يا مستر يحصل له ملت بسرعة. طب سطح بارد شوية. لا هيطول شوية. صح كده? اهو بيقولك كده. بيقولك او حطته على النار. لها طب بطيق بقى. راحتك خالص يا ايس كده. امتى? يعني درجة العادية. حطنا في القوضة كده ويسيبنا التلجيس هي حيطول شوية. لكن بقى حطه على في الشمس كده. او على آآ لهب. لا طبعا. اكيد سرعة تنسهره تزيد. تمام كده? اه دي احنا عايزينها برضو. مين اللي مش هتتغير اكيد طبعا الماس بتاعته اهو اهو تفتكروا ممكن يجيب للصورة دي في الامتحان. ويقولك كده. اه مسلا ها ايه ولا بيه? هتقوله طبعا ايه? تمام كده? وطبعا ممكن يقولك مسلا هتقوله طبعا او مش هتتغير طبعا الماس بتاعته. مين اللي اتغير? اللي اتغير المسطر بتاعه ويه بتاعته. يلا نروح اللي هو بعنوان اه تعالوا نشوف كده? احنا نعرف ايه عن المطر في عندنا طبعا طبعا ما في حرفينهم. اللي هو اللي هو نتكلم عن الشيء. وقت ضوط الشيء. احنا عارفين يا ولاد ان هي يعني يا مصطر كلمة يعني 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 شكل الحاجة صورت ثابت يا ولاد مش هيتغير. يعني انت عندك الترابيزة اللي في البيت زي ما احنا قلنا قبلك كده. شكلها كده كده كده. هل تيجي بكرة تلقاها مسلا? لا طبعا. يبقى. وقت بقى يا ولاد. برضو يا مصطر سابت. يعني مش هلقى حياة اللي مش هلقى الترابيزة بتاعتنا كبرت ولا صغرت. تمام? برافو عليك. يبقى السولد. السولد سابستانس. ايه كمان? اه لايك مين لايك ايس اندود. هاللي دي جديد علينا يا ولاد طبعا تكرار او عندنا مشكلة في يعني اكتبتز كده تكرار شوي. طبعي لا يا مصطر. الليكويد. يعني 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 او يعني يا مصطر. يعني هتحط المية في عاملة كده هياخد شكل دي. هتحط المية في شكله عامل كده هم هم نفس شوية المية. بس هياخدوا الشكل ده. يبقى معنى كده يا ولاد. تمام كده? بياخد شكل اناءه. الاناء اللي بتحط فيه. لا او المية هو نفسه. بس شكله هنا غير غير الطبقة ده غير التيوب دي صح ولا اقا. لكن هو يبقى فيكس اتخذ بالكو ده يبقى عندك فيكس اما الليكويد الشيب لا يعني بتغير او او لكن طب الجاس بقى لا لا الجاس ده هيقول لك انا لا انا ما هي سايب في الاتنين خالص. يعني ايه? يعني شكل سابت برضو بتغير على حسب الاناء اللي هو محطوط فيه ومفهول عليه. وبرضو كمان ايه يا ولاد برضو على حسب حجم الاناء انا اخد حجم الاناء ده. حطتني في اناء صغير انا هكون حجم صغير. حطتني في غرفة كبيرة انا هفرد نفسي الجاس بقى كني جاس بيتكلم بقى كده. انا هامل الغرفة دي. يبقى يلا نكمل. طبعا هنا كل بقى اي سولد بقى ولا دي احنا نعرفو. هنا الووتر والبلد اما هنا او الاير بصفة عامة يعتبر كل ده جاس ديت. يعني ايه الخصائص اللي بتدل ان الايس دوت بصفة عامة يعني ايه صفات السولد يا ولاد. اول حاجة يعني مش بيتضفق زي زي الليكود. يعني ما شفناش مسلا اه حاجة بتتدلق مسلا او بتتصب صح كده? ايه كمان? بتشغل الفراغ طبعا اكيد ايه دي من غير كلام. دي في لهم همهما التلاتة. ايه كمان? ايه كمان? ايه كمان? ايه كمان? ايه يعني هل هل كمية بتاعت الماتر بتتغير الماس بتاعتها بتتغير? زي لما يحصلها ميلتينج لسه قليل من شوية. خلاص بسا عمينا ايه دي يا مصر نفس الكلان. اقول له طبعا نو. طبعا احنا نتعود زيني جاوب يا ولاد. اقول له نو. او الماس بتاعتها. مش هتتغير لما تتحول من السيت لي يا ولاد? لا ناظر. طيب اللي بعد كده طبعا حتى يا مصر النامبر اف بارتكالز دي بتتغير? لو هنفرض اللي احنا نعرف لعدها يعني? لا طبعا. ايه ده يا مصر? يعني اللي بتغير بس يا مصر عيس تقولينا اللي بتغير بس. لما عمل ميلتينج السابس او اللي بتغير بس الشيب. الشيب بتاحها. بيتغير الشيب والستيت بتاعتها. تمام كده يا ولاد? والفوليوم. لكن ما بيتغيرش مين? ما بيتغيرش يا ولاد الماس بتاعتها ولا النامبر لا الماس بتتغير ولا النامبر نكمل كده. يعني حتى لو غيرت الحالة بتاعتها. اسمعتها شو مهمة جدا. مهمة جدا خبلكم انها. خلي بعلك من الكلمة دي. ممكن تقوليك او هتختار مين ساعتها? اقول لها مصر. تفعنا? او انا ننسى يا ولاد الحاجات دي. طيب اخر حاجة في ده. تعالوا بانتكلم شوية عن يعني ايه يا ولاد? يعني لما تكون ايدي سخنة شوية ولمس مسلا ايد حدي من زميلي في البرد ده صح? اه طبعا اكيد. تحس ان تقولي انت برطي ايدي. قال انه سحب الحرارة منك. تمام? طيب هي الحرارة في ايديك دي. طبعا بلاستخدمها في حياتنا اليومية عادي خالص. طب هنستخدم في ايه لو جالي في الامتحان? هقولك كده هقول له كده طبعا. اكيد طبعا هنستخدم في الطبخ. طيب كمل معي. يعني اه تسخين المنازل او تدفعة المنازل. لما تدفي ايديك قدام دفاية كزا الصورة دي. ايبا انت اكيد طبعا بتستخدم منه. انا نشوف الحالة دي اولاد ان ايه. طيب كوكينج. نمبر وان. انت بتعمل العيش بتاعك والخبز بتاعك في فرن صخت. ايه كمان? اه طبعا تشاركول. انت بتحب بتشوي على الفحل. ايه اهمية حرارة الشمس يا اولا? ببقى اننا بنكلم عن الهيتينج بصفة عامة. فلازم نعرف ايه اهمية حرارة الشمس. طبعا تسانسهيت مانتينز. ايه ده يا مسر ازاي? طبعا ايه انتخيلوا الحياة دي كده من غير الشمس. هل هيببا في هل يكون فيه حياة? لا طبع. ايبا تسانسهيت مانتينز. ايه طبعا تسانسهيت مانتينز يعني ايه ما استربع لشي جملتي تاني كده يعني الحرارة مش حاجة مادية يا ولاد يعني دي دي مش مش زي الماس مسلا بتاعت مسلا يعني كتلة صندوق عندنا في البيت او حاجة حاجة اقدر امسكها بايداية لا شيء مادي هي مش حاجة مادية او مادة يعني ان نمسكها بايدنا حد يمسك الهيت انرجي بك حد يمسكها مسك تابلي كده وما انت تحسيت بها صح? وما ليه عبارة عن ايه? طبعا هات هي اللي بتخلي الشي الصقر مسلا. ممكن نقول عن الهيت انرجي يا ولاد نفس المعنى خلي بالك. طيب ايه هي الماتر? طبعا كلنا عارفينه. يعني الماتر دي سواء كتسولد او حتى ليكويد او جاس وهي عبارة عن سمول سمول بارتكيلز. ماشي يا ولاد? سمول بارتكيلز. طيب اكزامبل. تعالوا شوف اكزامبل كده. الشاي كوبية شاي شافينا? تعالوا شوف كده. انا ساعات كده بشوف وحننغل المية. ابص الاقي الكتل كده كده او المية كابت تتحرك. ما دي يا ولاد تتحرك. اسمعوا كده? تي بقى الشاي كوبية شاي بقى اللي هي شايفينا قدامكم دي. اكيد طبعا معبارة عن جزائيات صغيرة جدا جدا. اكيد طبعا فيها طاقة. اللي يحصل لو المتر بتاعتنا امتصت. خلي بالك كده. ده مصر صح? يعني خلي كوبية شاي دي على النار وكأنها بردت منك. وانت بقى بتسخنها بقى على النار تاني مسلا. هتلاقي ايه بعد شوية تقول ايه مسلا تتحرك. ولو سخنة قوي هتغلي وتتحرك جامد. برافو عليك. يبقى ساعات بقى بعض المواد زي السلز والسولار سلز وخلال الشمسين والحاجات دي بتشتغل بقى بصفة عامة. ماشي موافق موافق. ايه كمان? اكيد. طبعا حرارة البادي هتزيد. صح? ايه كمان? تاتشينج اف ماتر ويل بي هوت. ولما تلمس الماتر داية هتلاقيها ايه اولاد سخن. واتبين? وين ماتر ابزورب هيت انرجي او ثيرمال انرجي. هيت يقولوا ايه. بصفة عامة بقى كده. ماتر اهي. خدت لايت او ثيرمال انرجي. ايه اللي حصل? اه بكده خلصنا اه لسن نمبر وان يارب نكون فيهمنا يا ولاد. ان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم. اه نشوفكم ان شاء الله على خير الحصة الجاية مع اه لسن نمبر تو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.